كيف تريدون التحفة اليوم سنقوم بتتصميم التحفة سوف تسهل طريقة وقال للمكونات ان شاء الله هتعجبكو ياريت تجربوها لو عايزين بقى تعرفت عمل ازاي ياريت نتابع الفيديو للاخر اول حاجة لازم نجيب الفراخ سدر الفراخ ونقطعه شرايح شرايح تخينة هنحتاج كوبات دقيق وكوبات مية والتوابل فلفل اصمر وكمون جنزبيل وبابريكا وكاري ومعلقة كبيرة ملح وكوركم وبهارات فراخ ومعلقة صغيرة كاتشاب حار وده في جتار خشن بيتباع عند اي عطار او في اي سوبر ماركت هجب بولا وحط فيها كوبات الدقيق وكل التوابل اللي عندنا والمعلقة الصغيرة الكاتشاب واحد اللي امك разных كلفق بعدين طبعه ممل الله بيتوا اضطيهم كبات مية از لا يكون ولا تخين ولا غفية عشان يمسك في الفراح و لا يبقى تخين اوي برده بص انا زودته مية تانية عشان لقيته تخين يعني كده اخد بالزبط كباية وربع مية بس هو كده بقى كومه كويس مايبقاش سايل معانا و مايبقاش برضه تخين اوي كده جاهز معانا هعط فيه بقى الفراح اللي احنا مقطعنا عشان غايح تخينه المترجم بخلطة كويس جدا عشان الفراح تدخل في التدبيلة وهاسيبه من ساعة ونصف ما مشكلة حسب ما انت عايزت تستبيله فراغ تبقى واضحة من التدبيل ساعة بعد الساعة اجيب الفيجيتار سوف نضغطه من التدبيل لكي لا تبقى تخينه قوي وضعه في الفيجيتار الخشن ويجب أن نضغط على هذا الشيء لكي يمسك فيه ولم نضغط هذا الشيء أول ما نضغطه في الزيت سوف يفك سوف نضغط كله بالنفس الطويل نضغط الاتصال نضغط الاتصال بحضل التدبيل قبل مقليها في الزيت تضمني أكثر أنها لا تفكش في الزيت خالص أهم حاجة نضغط عليه أخذ الكمية كلها بعد أن أخذ الكمية كلها وضعها في الثلاجة 10 دقائق هذا يكون شكلها أخذها وقليها وقليها كفزة يكون كتير سأسخل الأول وضعها وضعت عليها بعد أن نغم توسطها حتى الفراخ تستوي من جوه سأقوم بقى الكمية كلها هذا الشكل بعد أن نغم توسطها كريس بي ومقرمشها وما فكتش خالص جهر بها ستعجب الأولاد جدا ياريت بقى لو أعجبكم الفيديو لايك سبسكرايب وتفعل الجرس